موسيقى 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 حسنا والله أخي عدنان وحياك الله معنا في برنامجنا The Direction Podcast الله يحييك يا أخي محمد وهذه فرصة سعيدة أن نكون متواجدين اليوم في برنامجك الجميل هذا زين عدنان نحن مثل ما نعرف إنك أنت تخرج في مجال الهندسة وبعد ما انتقلت من مجال الهندسة وداومت انتقلت لمجال ريادة الأعمال قبل أن نعرف هذه القصة نبقى أن نعرف منوع عدنان عدنان محمد صالح صفر زرعوني تخرجت من الجامعة الملكية في الشارجة في سنة 2011 تخصص هندسة مدنية وعقوب هذا طبعا داونت في بوظبي أنا مسكان الشارج يعني فداونت في بوظبي فترة تربع سنوات وبعد هذا انتقلت لمؤسسة حكومية في دبي وخلال الفترة اللي كنت أنا فيها في بوظبي طبعا الحمد لله يعني الحال كان ميسور وراتب زين هذه الأيام فبديت نسوات تقول يعني الاستثمار من هذه الفترة من 2012 تقريبا 2013 كانت أدخر مبلغ بسيط في سوق الأسهم والحمد لله يعني الله وفقني وسويت يعني كانت السياسة اللي ماشي عليها أنا أنني آخذ مبالغ سيفنج جزء منها أحطها في محفظة محفظة خاصة طبعا يعني على قدي أوكي على مرة السنة هاي حسيت يعني سويت بروفت يعني هايت الأيام 2020-2013 كان السوق جيد هايت الأيام أوكي فسويت فايدة فاييت في سنة اذكر في 2013 طمعت قلت اليوم انا حين حطيت مبالغ سويت بروفة 30 و 40 بالمية يلا خلنا سير للبنك وناخذ مبلغ نسوي نسمة تقول يعني 30 و 40 بالمية على المبلغ الكبير اللي البنك بيعطينيا رحت اول شي في بنك من البنوك لاتعمل ياهم رفض وانا مصلي استخاره يعني سبحان الله رصيتها لعمل قلت لا بسير البنك الثاني البنك الثاني قالي اوكي نزلي المبلغ في الحساب قومي عدنان وحط المبالغ استثمار قوي يعني مبلغ وقدرة على راتبي طبعا يعطيني اياه وادخل في السوق يعني ادخل بمبب دراسة مببب بعلم في مجال الاسهم كنت داش مجال الاسهم انا اسمه قلت لك يعني مجرد ان مثل السيفنك مبلغ ما احتاجه حطيته ما عارف الاسهم ما عدت حركات الاسهم ولا دارس ولا عارف ولا قد ادخل في جروبات معينة ينصحون السهم الفلاني سهم هذا فقمت انا شو اسوي احط المبلغ مبالغ كبيرة واخسر واخسر ليه ما اخر شي صفيت المبالغ اللي سويتها 30% من المدخرات اللي كنت اسويها مدى السنة خسرتهم وخسرت المبالغ الثانية حتى اللي خدتم من البنك المهم صفيت اخر شي اني انا شو عندي دين مبلغة وقدرة اقب هذا شوي تعرف الامور المالية عندي تعثرت طلعت من الدوام في بوظبي دورت لي دوام في الشارجة وفي دبي الحمد لله حصلت مكان في دبي يلسى افكر في بدايل بدايل ان بطريقة انا ادخل في استثمار الاستثمار يكون يعني مدروس ومخطط له ويتأقبها يعني فكرة اني اسوي مشروع اللي هو مارا فمارا بدت القصة طبعا المشروع هذا كان مشروع المدام يعني محمد كانت البادية المشروع في البيت سوي كان اسمه مارا سناكس فكانت سوي البرغرز من البيت اي سنة هذي كانت في الفين و انا ما اخبضني في الفين الاربعطاش ممكن هالحدود فوقفت عقبها وما كملت وفي الفترة هاي اللي نحنا كنت انا متعثر فيها يعني سبحان الله تيمن ولا شي يعني طالعين كان نفكر يا بعض ليش ما نكمل ليش ما اكمل المشروع أنا يعني فكرتك انت ولا فكرة يعني كان فيه نقاش بيني بينها ان ليش ما نكمل يعني فهي شجعتني وانا بعد بادرت و يات الفكرة انها كيف اليوم يعني انا متعثر اليوم ما عندي الباك اوب اللي انا ممكن استند عليه اني افتح لي محل ولا شي فيات الفكرة في بالنا ان نسوي يعني نطور من مشروع منزلي انه يكون بس تيكاوي أوردرز قلنا بنسوي انه كيترينج سيربسيس اوكي بحول اليمارات كيف بالطريقة انه نبني كشك الكشك ما يكلف يعني انا حيد انه سويت الكشك و يعني كل التفاصيل المشروع هذا البدايته ككيترينج ما كلفني ممكن عشرة الاف درام فبديت بعمل عشرة الاف و دخلت يعني دعايا دعايا انت ذكرت ان في هاي الفترة كنت متأزم في موضوع المال شو اللي خلاك تدخل يعني شو اللي شي اللي شجعك انك انت تدخل في هذا المجال في ريادة الاعمال وانت اصلا اوضاعك مش مستقرة ماليا شوف انا اليوم يعني في الفترة هذيش انت انا متأزم اوكي وحبيت اني ااخذ تشالنج اني اوقف على ريولي مرة ثانية هذا واحد شي ثاني شفت مشروع يعني اللي قلت خالدي كان بادي وهيش الفترة وهو شجعني يعني عطاني او بادر وقال لي يعني ليش ما تبدأ بشروع فكل الاشياء اللي حولي كانت تعطيني يعني مثلا دافع او اندوكيش انه لازم نسوي شي نحن لازم نسوي شي سبحان الله يعني هاي الامور اللي صارت يعني عطتني دافع ف كملتوا على موضوع كملنا اللي هو بعشر تراف سوينا كشك يبتلي موظفين اثنين بديت يعني سويت اذكر اول مرة عند حد وسوالي دعاية ما ديشتوي اذكر رساميه ولا لا المهم يعني سوالي دعاية ما اطلع من يزاهم صراحة الله خير كانوا واكفوني انا في الفترة الاولى يعني ما قصروا فيه ناس ما انساهم في البزنس يعني بدايتهم من طبعا الوالدة ودعاويها امو محمد وتشجيعها واتخالتي وتوجيهاته واسفت من نوايد الصراحة بالاضافة على الناس هذي يعني البلوغرز اللي سوونا دعاية ما يعني هم كانوا البداية عرفوا الناس بمارة فسبحان الله سويت لنا دعاية وهم ثنتين وبدأ بدت طلبات تينا يعني ما توقعنا بالطريقة هاي والحمد لله كنا نقدم برودكت كواليتي كنت انا روحي اشرف اذكر اني انا كنت روحي اسير عند السبلايرز وتناقش واخذ البرودكت بنفسي اخذ الخبز بنفسي اخذ اللحم روحي اسير وارجع وسير وارجع اذكر حتى كان المكان اللي كنت اخذ مننا اللحم ما كان يورد ما كان يوصل كنت تقريبا يعني كل ما يكون عندي كيترين انا روحي اسوي الوردر اسير اخذ الوردر وارجع الموظفين كنت انا اوصلهم لين باب الناس اللي طالبين مننا في كيترينج شوي شوي يعني ثاد الطلب الحمد لله سوينا يعني اذكر ماذا اذا سوينا هايش الفترة كشك ثاني ولا لا سلمهم يعني كانت هاي فترة الشتة خلص الشتة طلبات قلت يعني الحين ما يسوي نحن نوقف بس نسوي في الشتة لازم نفكر بطريقة يعني في الفترة هاي دخول مجال المطاعم وتأجر محل وهالأمور يعني انا عرف انه مكلف وديكورات وغير وهذا بس ما حطيت تصور في بالي اصلا كم مشكلة بيكلف يعني حطيت تصور وللأسف طلاع المبلغ اللي يحتاج يمكن اكثر عنه باربعين بالمئة فمن البداية اصلا دخلت انا كان يعني اخوي احمد كلمته في الموضوع ان ابا حد يشاركني لانا انا بنفسي ما اقدر يعني اقول لاتهم يقولون يعني نحن عصاميين يعني يعني كل شيء يسوينا بارواحنا يعني ما كان عندنا الباكب الحمد لله يعني عيشنا عيشة زينة لكن تتعلم تتعلم الباكب ما كان موجود لنا يعني يعني عندنا مثلا مبلغ اقدر استثمر فيه نسو ما قلت لك ايه انا وما اخذ دين على اساس استثمرت في الأسو فالمهم ايه ات كلمت احمد اخوي احمد اخوي كيف وقلت له كذا 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 شرحت له كم الفايدة من الكيترينج وكيف نحن سوينا وبنفتح كذا دراسنا الموضوع يبدو طبعا واحد سوانا دراسة جدوى وعطانا يعني كم نحتاج مبلغ نقدر نستثمر فيه او المبلغ لازم نطلع نحن يوميا عشان نغطي تكاليفنا فصار صارت الحسابات وكذا اينا فتحنا وايض اشياء تعلمتها من المشروع الاول اولهم انه يعني هالكل طبعا يقوله يعني المقاول القص علي يعني مثل ما يقولون فكان فيه مبلغ وقدرة راح يعني بسبب قلة الخبرة داركنا هذا الموضوع لما فتحنا شو فرع ثاني اللي هو كان فرع دبي فهذا الفرع اللي فتحناه في الشارجة في البداية الحمد لله توفقنا يبنا كونسلتان شف سواننا مني حلو ومنها هناك بدأ الانتشار الأكبر والناس يعني الحمد لله الكل يعني شهد في الكواليتي وفي عندنا الموارد المادية صعب يعني ما عندنا الباكب القوي دخلت أخوي ثاني أخوي العود هالمرة فكنا نحن ثلاثة شراكة الحين ففيه تكاليف وائد وفيه أمور تحصل وهذه يعني الحمد لله على كل حال يعني أنت وأخوك ومحمد تشرفون على المطعم لا حاليا نشوف كأشراف كامل أشرافي أنا 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 أقوم نظام مع الأخوان أنهم دخلون كساينت انفسترز أحمد أخوي واسماعيل والأشراف لي أنا كل كامل كل شي أنا بضغط عليك كل شي عليك يعني ليش ما قسمت المهام شوف أنا أشوف فكرة أنك يكون كذا شخص يدير مشروع مش فكرة صحية صراحة يعني ليش في اتخاذ القرارات بيكون وائد موضوع صعب أنا هذا كان شرطي من داي ون يعني وياهم أن خلاص أنتوا تدفعون المبلغ نحن نتفق في موضوع الأمور المالية وكيف التوزيع وكذا لكن في أمور خلاص خلوه هذا عندي أنا أنا بأخذ رايكم بأسمع لكم شي ينفع كذا بس لياخذ قرار واحد ما يستوي يكون فيه ثلاثة ياخذون القرار أو إجماع ثلاثة على راي واحد صعب أني أخذ رايهم وأطبق اللي أنا أشوف مناسب أفضل بكثير مما أن نجتمع كلنا على راي واحد نطبق وبعدين يعني توزيع المهام أنا أحس يعني على مستوانا نحن صعب أنك تتسوي شي حاليا خاصة أننا أول ما بدينا بعدين نحن رواحنا بمجهود شخصي مش شركة كبيرة شاء لنفسها وفيها ديبارتمنتس ويعني جوب رسبونسبوليتي فهم الموضوع ما يحتاج هذه التعقيدات كلها خلاص واحد يدير وأنتو عليكم مثلا كذا التوجيه أوكي ما عندي مشكلة بس بالنهاية أنت اللي تنفذ الموضوع أنت اللي تاخذ كله أنت عندك يعني رسمة في بالك عندك حلم تبا توصله اللي هو النتيجة النهائية أنك يعني أشرفت على المطعم وشفت الأمور هذه كلها فأنت من وجهة نظرك أن تشوف هذا القرار اللي أنت اتخذته قرار صحيح أنك أنت اللي تنفذ كل الأمور وما عندك أي إشكالية برغم أنه وجود يعني عندك دوام والحلال اللي هو المشروع ما حسيت أنه شوف هو في ضغط هو في مجهود تبذله يعني لما تتخيل أنا يعني في فترة من فترات أنا كنت ماسك حسابات السوشيل ميديا كنت ماسك حتى الواتساب طلبات الأوردرات الشكاوي إذا كانت في شكاوي المقترحات الكومنز يعني كل هذه أنا كنت أمسكها أشرف عليها بنفسي اليوم الحمد لله شوية التيم توسع بعد ما فتحنا فرع دبي يعني قمت أخصص يعني أعطي رسبونسبوليتي حق الموظفين اللي أنا معين لهم قبل لا يعني أول أيام هي تعبت وليين اليوم في تعب لكن بب بنفس الرسبونسبوليتي اللي كانت علي قبل اليوم أنا مثلا أشوف الأشياء اللي يعني نفس ما تقول فرم تتوب وشو الأمور اللي كيف أنا أقدر توسع كيف أنا أقدر أحط حلول للمشاكل اللي تيني بطريقة ما تنعاد رسبونسبوليتي اللي على كل موظف شو لازم تكون عنده محمد بالنسبة لاختيارك للموظفين هل أنت شخصيا تختار الموظفين ولا في شركة معينة هي اللي مسؤولة عن هذا الشيء بصراحة في الفترة الأولى يعني التوظيف كان نفس ما تقول يعني عشوائي مو بعشوائي بمعنى أنه غير ملمين بس يعني توظيف ما كان بالطريقة اللي أنا يعني أتبعها حاليا وحتى الخطوات اللي أنا أتبع حاليا يمكن بعد سنتين ثلاث سنوات أنا أقول لك أنا ما كنت راضي وفعلا أنا اليوم في بعض الأشياء اللي أنا حطنا في بالي مو بقادر في مسألة التوظيف يعني أنا اليوم أدور مثلا طريقة أوظف موظفين عندهم character عندهم أهم شيء يعني building relation مع الكustomers أن يأخذ يسوي conversation يعني تعفي بعض المطاعم تخلهم يعني تحس أن يلمييك الويتر أو السبربايزر تحس كأنه أربيعك نحن ندور هالنوعي الموظفين والصعب تلاقيهم وإذا لقيتهم تكون رواتبهم عالية بتكون محظوظ رواتبهم عالية وشي ثاني يمكن الراتب اللي أنت بتتفعله ما يخدم المشروع ما لك يعني مبيعاتك ما تغطي تكاليف هذا الراتب يعني في هي يشوف موضوع المطعم كل شيء مترابط مع بعض يعني تبدأ من أصغر شي لأكبر شي هي توليفة نفس ما يقولون الكمبنينشن كل أنت كيف مسولنا وإنت روحك تعرف شو اللي يناسب لمطعمك وشو ما يناسب الأسعار اللوكيشن الإيجار المبيعات الماركتنج اللي أنت تسوي شو الماركتنج هذا منوك السمر مالك موظفينك التسويق وايد التسويق كل الأمور هاي شكلك توليفة معينة أنت يعني في مكانك اللي ياس يشرف على هاي كل الأمور ياخذ يعني توصل للفكرة أنه أنا اليوم هذا يفيدني هذا ما يفيدني هذا يمكن أسوي هذا لا أخليه بأجل عقب ثلاث سنوات أربع سنوات يمكن عقبي ما أتوسع يكون عندي فرانشايز زينبو محمد شو النصايح اللي أنت تقدمها للشخص اللي رح يدخل في هذا المجال في مجالك أنت شوف النصايح كثيرة ما بتخلص يعني أنا ويلس سأقول لك وأقول لك من الأشياء اللي أنا تعلمتها واحدة من الأشياء يعني لو تقارن بين الاستثمار الأولي اللي أنا سويته اللي ذكرتك يا في البداية بدون تخطيط بدون شي بس شي يلا تعالي ادخل وحط فلوسك وهذا أول شي تخطيط دراسة المشروع نفسه تكون ملم بخفايا هذا المشروع اللي أنت بتدخله يعني هذه من أشياء الرئيسية اللي الواحد يكون عارف عنها يعني ما يسي واحد مثلا يشوف ربيعة وهالشي أنا سويت الصراحة بس يعني توفقت فيها وكملت وما ما يتني شفت ربيعك شو بالطبع شفت ربيعي ودخلتي فاتح مشروع وتوفق ونصحني قال يلا دخل يعني هذه شي زين أني أنا سويت شي يعني مسوينا حد من الحوالي وخذت من تجاربهم وطورت يعني توفقت فيه بس يك واحد مثلا لو نفترض أنا ييت وسويت المشروع هذا وأنا مبحب بالشغلة ولا أفكر في تطوير أي شي من الأشياء يعني يلا بفتح مطعم بحط برقر يلا ببيع وما مشى عندي لا سويت تسويق لا عندي برودكت يعني يناسب الذوق اللي أنا يأس أستهدفه وما حطيت customer service عالي وأسمع لكل customer ييه ويقول لي شو ملاحظاته بخسر فهمت شو يقصد يعني أنت هني اليوم حلو أن أنت تشوف اللي حواليك مثلا نجحوا وتحاول تقلد أو تسوي شي مماثل لكن لازم تحط touch mark ولازم تفهم المشروع نفس وشو يحتاج والتابع أول بأول عشان تتنجح المشروع فالنهاية الناس شو بتختار 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 المكان اللي يريحها السيرفوس اللي يريحهم وأهم منها كل اليوم التسويق اليوم في ناس يصيروا مكان بس حق تصوير وصراحة أقول لكم نحن اليوم هالأيام يعني مارة دائما نفكر يعني طبعا ما يعني الكواليتي الفوود والسيرفوس هذا الشي لابد منه عندنا لكن اليوم ياسين نفكر أي شي نحن نسوي لازم يكون إنستغرام أقول لكم يعني ماذا يشير المكان الناس تصور أنت ما بنذكر حسابات معينة في المطاعم بس شوف أنت خذ لك لفة على أغلب المطاعم اللي ماشي حاليا في الدولة وحتى في الدول الخليجية شو الأشياء اللي ماشي الناس اللي عندهم أشياء ممكن تصورها والصورة تكون حلوة دي شيرت خلاص يعني تخيل أنت تسير مكان ما في شي حق تصوير أوكي بس هي بتستانس على الأكل وكذا بس ما يو نوت شير الشيرنج هذا أنت تخيل أنت عندك 100 شخص 100 شخص يتابعونك هذا 100 لو 10 بالمئة يسيرون يعني كل واحد يسير ويصور كل واحد يسير يصور هذا روحة تسويق أنت تسويق لنفسك عن طريق المنت معين حطنا أن يكون الانستقرام هذا يعني شي ضروري هالأيام خاصة على الجيل هذا يعني واجه لا أفكره في هذه السوارة يمكن شوية أكبر لا لديهم سوارة في تصوير لكن اليوم يصور الذي يضع في السناب الذي يضع في التك توك ويضع تك توك أنا لا أجربته ياسف فكر أدخل لا أعرف في تك توك يقولون يوجد طلب عني أنا لا أجربت تبسط لكن شكلنا بدأت حسنا هل يريد مساعدتك حاضرين حاضرين إن شاء الله أنت عرف أنت عندك موضوع التسويق أنا أشوفه بعد مهم لأن بالنهاية أنت تقعد يعني تسوي دعاية للمشروع فإذا أنت ما سويت دعاية ما خطيت هذه الخطوة وبديت يعني تتروج للناس عن المطعم وتراويهم المطعم فأنت ضايع ما أحد يعرفك حلو بمحمد مثل ما أنت تعرف شهر رمضان قرب علينا و نبقى نعرف شو استعداداتك لرمضان لأننا في رمضان أحد الشيء لدينا موضوع للسويت السويت هو ناكلك في كل الأيام بس في رمضان غير سبحان الله سألتني صح عشان أنا أعرف شو أسوي أبوها أعرف أنت شو تحب في رمضان يعني مثلا القيمات ترمسوا شو يعني أنت حين عقبت سمبوسة خلاصت حين أنت فطارت في البيت ضرب لككل وزين وريحت وستثاث تراويح بتطلع تباتيوس يا شباب شو في خاطرك أنا حين أسألك عشان أعرف يعني شو نسوي حرويات مثلا الشوكولت الكوفي الكيك ما بتاكل شي شو شي خفيف أكل يعني غير السويت تحس الناس ما يأكلوا صح على حسب شوف نحن في الأكل نأكل ترى عادي يعني قلت لك موضوع الأكل دائما نحن يطويلي عمرك أول شي سوينا كامبين هذا رمضان وذماره أوكي أوكي نحن أي يعني فترة ندخلها مثلا الكامبين السبق هذا كان وينتر وذماره الحين بادينا رمضان رمضان بمسوين منيو ديد بيكون منيو منوأ ناس ما يقرون المنيو بيكون في درينكس سبيشال درينكس حق رمضان بيكون في سبيشال أبيتايزر سبيشال سلط فمسوين منيو منوأ يناسب الجميع أنت اليوم لو ما تريد ما فطرت صح يعني ناس ما يقولون في بيتك ولا في أي مكان في الدوام هذا تباتيبطر بتحصل لك الأوبشنز موجودة فطرت تباتي تحلي تباتي تشرب كوفي سوينا لك أشياء مميزة عندنا شي نأخذ الأثنين بناكل وبنحلي حياك عندنا مشاريب مسوينا حق رمضان في الكوفي بس بنكهة الباشن فروت وفي شي لهذا تب أنا إن شاء الله يعني إنه يكون هذا الشي ترند مسوين مشروب اللي هو لبنثل جاجة بسعمار أنا كتب أيب لك هني بس المشكلة بيدوب لما أنا وصل خلاص عاي البنية عندك في رمضان ناجمتي يعني حق برنامجنا الديركشن بودكاست رح تخصص لنا هاليوم ونجرب حاضرين لازين عاي البناكل بودكاست أفعليك أنت والتيم اللي وياك بس إن شاء الله حاضرين جزين وعدنا بعد نفس ما قلتلك الأشياء الثانية بتكون في يعني بلايت فور شيرينج شوية من الثريد شوية من الثريس شوية من المضروبة حق اللي مثلا ما كان هالشي في البيت في خاطرة بيحصلها في منارة وفي بعد تنبوسة وهالسوار يعني مسوين شيرينج بلايت واللي بيضرب حق السحور بعد مسويني options كل عيوش بمحمد ممكن تعطيني فقرة تسويقية لشي اللي أنتكلت بأعطيك لا أحينا شي على السريع بس لأن صراحة أحينا بأكل تباير رأيك الصور هذه الصور والتجهيزات في مسخان على الفكرة أولا سيت أقولك شي مهم يعني بسوين كلابوريشن مع ثلاث شفية بتكون ويانا شف مهرة حمدان ويكون يانا أخونا وصديقي وحبيبي إبراهيم المياحي ويكون بعد في المشروع هذا يعني له سمعة حلوة في القرية العالمية مسخن بعد ما سوينا عن طريقه وهذا كله في رمضان سيكون هاي يا السلام منيو خاص رمضان ونشل بعض الأشياء من المنيو الأساسي على أساس أن نركز على هذا المنيو وبطابع له رمضاني طابع يعني نحن نقوم بإمارات أنه يأخذ الطابع الرمضاني التقليدي في الإمارات يعني نضع لمسة إسلامية دينية ولمسة إماراتية تراثية أخي عدنان أنا عيابني هذا المق الكاب هذا كيف وصلت لك الفكرة من يشرف على هذا الدزاين نحن عندنا تعامل مع شركة هي واحدة ما شاء الله عليها مواطرة أنا أحب دائما أشتغل يعني لا أستنقاصا في باقي النشنال لكن أحب أتعامل مع مواطرين وأحس يعني في مواطرين موهوبين وعندهم أشياء ونحن مستطيع نوصل لهم يعني أنا أول ما حصلت الأخت اللي مشرفة على السوشال ميديا مانا قلت لنا أنت وين نحن ندوركم أنت لماذا لا تتواصلون معنا فواحد من الثانين يا أن 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 لديكم مشاريع كافية ركزين عليها يا أن نحن نفق سيرت عدل سبحان الله ستوتي بالسطفة تواصلنا معنا وحتى أنت أنا لم أكن أعرف أنت كلمتني وعرفت أنك أنت بعد تسوي فوايد مهم أن الجهات والشركات أو الموهوبين الماراتين اللي عندهم مثل هالموهوبة وعندهم مثل هال الكريتيفتي يدخلون في هذا المجال ويا أصحاب المشاريع لأن اليوم وايد مشاريع محتاجين يعني وايد تدخل الصفحات سوشال ميديا مع المطاعم أو كوفيات ما تكون بالمستوى اللي أنت تشوفها يعني مستوحدوا أول شي لأن يعني يمكن ما يكون عندهم علم أو وين يقدرون يحصلون الشركات اللي هم لازم يتعاملون إياها أو أن يروحون عند شركات يسوون لهم أشياء ما تكون جادبة اليوم لازم تتعامل مع شخص يعرف أنت شو تباه ويعرف ما لك شي يحب ما يسير عند واحد أصلا ما يعفل يعني المواطن إذا أنت تاركتنج مواطن المواطن شو يحب يعني اليوم أنا مثلا وائد عانيت أبا أجذب كاستمر نشناللي ثاني لنحن مقدر وأنا هاي الرسالة دائما نوجهها اللي أي واحد عنده مشروع فأنت يوم تيب المصور لما رأتي المصور أو الخليجي العربي يا أخي فاهم الريال فاهم نحن شو الأشياء نحب بالضبط فبالعكس أولا فاهم شو المود مالك شو الأشياء أنت تبقى تشوفها أصلا شو الأشياء التي تحمسك في الفيديو هذا عشان أنت تنجذب لهذا شو رأيك في التراميس محمد صراحة للسويت ولا غلطة يعني ممكن تطلب لنا بعد واحد مرة ثانية حاضرين صراحة لذيذ والله حاضرين هذا شوف هذا من النواع السويتات التي نقوم بها هو شف كريم بورجي كريم بورجي معروف شف كبير على مستوى ويعطي كورسات في مختلف دول العالم ف إذا الله خير قبل سنة تقريبا تواصلنا و سوالنا و قمت منا وكان واحد منهم التراميس وماله ف هذا واحد أبو محمد بالنسبة للمطعم هذا ما الذي يميزك عن باقي المطاعم اليوم أريد المطاعم لديك مارا لماذا أريد أن أذهب لن أذهب للمطاعم يجب أن أذهب تعرف إذا لن تقوم بخصم حاضرين هذا أهم شيء كل المطاعم كنا نتقوم بخصم أنا أرى موضوع الخصم هذا يعني هناك ناس يقولون بخصم أقول لهم سينا يعني في المدى السنة الكل كان يوصل لي معلومة أن أنت أسعارك مبغالية أقول سأنت وحين تقولون أسعارك مبغالية حسن ما تريدون خصم يعني موفر أكثر في النهاية في النهاية الناس يحبون شيء يكون في خصم حتى لو تعطيها عشرة من المياه ترجيع ترجيع فكرة مارا أصلا لما بدنا نحن بدنا على أساس برقر شوف الأشياء اللي استوت الصراحة في بعض أشياء مخطط لها في أشياء سبحان الله يعني أنت تبدأ شيء يطلع لك شيء يغير لك وتمشي على الخط الثاني وتتوفق فيه فمارا نحن كنا بدنا على أساس برقر وبنسوي المطعم على أساس سلايدر عقب شو قلت لك أنا قلت لك على أساس بني كونسولتان شوف يأتي الفكرة أن نحن نسوي مارا يعني أنت تاكل أكل بيت لكن في مطعم مو شرط أكل بيت لكن ستايل بيت لكن أي شيء في بالك تحصل في مارا كيف يعني أنا عندي الوالدة تسوي كشري دخلنا في مارا دخلنا الكشري نفس مال البيت دخلنا في مارا نفس الريسيبي بالضبط سوينا عرضنا في مارا والناس عيبها يا في بالنا مثلا نحن يعقب شو يت الفكرة الثانية أن أنا ليش ما أدخل يعني ناس قالوا كيف برقر وكشري صغط المشروع أو الفكرة أن خلاص نحن 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 اليوم مارا نقدم أي أكل حول العالم شو ما يي في بالك ما في ريستركشن أي شيء وبالضبط شو في بالك نحن أول كمبين بدنا أن نحن فود فرم راون دو وولد يعني اللي هو كان نحن طافت لما بدنا الكمبين فشو في بالك تبقى إيطالي بس بمحمد شو تبقى تاكل في إيطالي بمحمد لحظة الحين أنا مثلا المشاكل اللي أواجهها لما أدخل مثلا مطعم وأفتح المنيو أشوف دفتر شيء نفس دفتر تاريخ أضيع ما أعرف ما أختار مرة إيطالي ومرة مثلا عندك شامي يعني فايت في أوبشنات أضيع ما تحس أنه أنت شيء ضيع لا نحن تخيل على هال موجود في المنيو الناس يقولون ماذا تغيرون ماذا تزيدون شيء ممكن هذين الناس يومية ضيعية لدينا فنفس ما أقلت لك الإيطالي يريد دعنا يعتبر برقر شو في بالك لبناني يعني نعيش لبناني مثلا هندي يعني مختلف الأنواع شو فرنش توست هم يقولون يعني ليس فرنسي يا وعتني يا برحمن لا لازم نحن نطلع نصير مارا خلاص بعد الحلقة بس أنت وعتني بتعزمنا في برنامج 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 بودكاست أزتيم بني إن شاء الله المضعم فالنفس ما قلت لك الفكرة أن نحن من كل شي يعني أي شيء يفي بالنا اليوم ما عندنا ما عندنا ريستركشن أنت شوت في خاطرك تبا إماراتي يعني يبيلك إماراتي في رمضان هل تسوون تصويت يعني في الإنستغرام مثلا تأخذون رأي الناس لا بس شو رأيكم الأيتم يعني أنا صراحة بيني وبين أخواني ونيلس نشوف شو المناسب يعني عقب التراويح خلاص فل فش سوينا لهم سوينا لهم هالبورشن الصغار معنى هذا نحن ما نسوي أصلا يعني سمول بليت سوينا حطينا نيو دزرت يبنى القيمات يبنى مثلا بعض الأشياء فنحن نسمع الكستمر يمكننا نحن ما نحط في السوشيال ميديا وي دون يعني بوست ماتش على التصويت لكن نحن نسأل ونشوف الماركت يعني شو اللي يحتاج شو اللي حوالينا مثلا شو اللي يسوينا أو شو بيسوون شو اللي ينقص المنطقة هاي أحساس نحن نسد بو محمد إذا أنا رحت عندك المطعم شو أفضل مينيو رحت تختار لي باختيارك أنت أول شي لازم معرف أنت شو تحب دياي لحم تحب الإيطالي أكثر تحب الهندي شو تحب كل شي يعني كل شي شو تتاكله شوف يعني ما أبالغ لكن الحمد لله أغلب أكلاتنا ماشية يمكن يعني إذا فيه واحد عنده شي معين ما يحبه يمكن يتحاشاه فأنت إذا تاكل كل شي بنصحك على أشياء معينة يعني مثلا عندك الشيكين باتر يقولون يعني أنه من أخطر الشيكين باتر في دبي هم يقولون ناس يقولون أنا شوف الكوميت لما يسألون بوست يعني ألذ تيكين باتر كالتا في حياتي واحد كاتب ووحدة كاتبة نفسي يعني فيه طلب عليه بعدين في نهاية الأكل أذواق طبعا واحد يشتكي يقول شو هذا أنا ما عيبني مثلا فأنت وذوقك في الأكل فأنا أقول لك هذه من الأشياء التي ماشية عندنا تيكين باتر الليبنيز رايس عندنا السلايدر بشكل تاكوس هاي الأشياء ووايد يعني فاس موفين ودزيرت طبعا قلت لك يعني تراميسو واحد منهم عندك تربل شوكولت هذا أماست على قراتهم هذا أماست هذا في الشارج وفي أدبي وفي أدبي من بينهم كلهم بمحمد كل شي طبعا لا لا هذا طبعا صدك طبعا وهذا بعد نسيت أقوله هذا هذا خلاص عندنا هذا بزنس أختي أنا أخذ منها الكيك وبيعها عندي ومسوين لها اتفاقية إذا سنتي بيعتيه في أي مكان في أدبي أنا أشلها من المنيو حلو يعني أنت تشجع تشجع الأهل وليحولك أنهم يعني يدخلون في المجال بالعكس هي فرص في النهاية أنا مستفيد هم مستفيدين فهي الفكرة بالطريقة يعني أنا هاي الفكرة يأتي يعني في بالنا أي شي من البيت أو أي شي يخطر في بالك أكله طابع منزلي ممكن نحن نحطها فأنا يأيب مدخل الكشري مع الوالدة مدخل الشوكولة كيك ماريختي يعني نسوين كومبنيشن حلو يعني وأهم شي الناس يعيبهم والحمد لله اللاقي على عجاب الناس مشكور شكرا على حضورك وبعد هذه الحلقة إن شاء الله المتابعين من دايريكشن بودكاست رح يعرفون المطعم هذا ورح يزورونك إن شاء الله واله الله فيهم ما وصيك حاظرين إذا كان الله خير على الفرصة هاي اللي عطيتنا ياها نبين يمكن هذا أكثر مكاننا تكلم فيه على المارة بشكل إعلامي يعني يعني نحن أصلا نحتاج حلقات وحلقات ترى بس هذه البداية دامك تعلنت دعنا نحن نكمل بعد ترى المشروع أوبن حق فرانشايز آه أوكي يعني حق حق يعني إذا فيه حد يفتح مكان نحن عنده فإن يعني فإمكاننا ما أعلن من قبل لكن نياس يعني يعني الناس لا تعرف المحتمين ممكن يتواصلون يعني يعني في موضوع الفرانشايز سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة يعني ونشوف شو المناسب حقنا وحقهم ممكن يعني لأن نوايد ناس يتواصلون يعني بس يختفون يعني فنحن نشوف بعد الوبرتشنتي الثاني إذا فيه حد يباب طريقة معينة مو بس فرانشايز ك انذستن يعني في المشروع يعني يحطون مثلا سهب معين نفتح فرود بس وشيء ثاني زاكر الله خير على الفرصة هاي واتمنى لك توفيق في برنامجك صراحة برنامج جميل وتشكر عليه وعلى المجهود هذا الكبير اللي أسلم تردله أبو محمد أنا صراحة أول شيء أهنيك وأقول لك يعني الله يوفقك إن شاء الله في هذا المشروع وأهنيك على تشجيعك لأم محمد تكملة المشروع الفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من أم محمد وابو محمد وأخوك بعد في المشروع فالله يوفقكم إن شاء الله في هذا المشروع ولازم زيارة إن شاء الله نزوركم في المطعم الحين أحبها أطلع لازم أسير إن شاء الله وأنا الصراحة شخصيا استفدت في هذه المقابلة يعني إن شاء الله إذا في المستقبل ناوي أفتح مطعم أو كفا بيئ عندك إن شاء الله أخذ استشاراتك استشاراتك تكون مجانية حق الحد حق الحد بس أنا ما أبخل الاستشارات ناس ما يقولون أقول حقاي حداي شيبا حاضرين مشكور بس إلا الخطات السرية ما أعطيها حقا الخطات السرية أعطيك العافية وما قصرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة